دعما وإسنادا للأسرع اعتصم ذوه ممثل الفصائل والمؤسسات أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البير للمطالبة بوقف اعتداءات إدارة مصطحة السجون الاحتلال بحقهم محذرين من محاولات حكومة الاحتلال التضييق عليهم بإجراءات جديدة وبقوانين عنصرية في وقت شهد الاعتصام الإعلان عن التحضيرات المتعلقة باستقبال الأسير المناضل ماهر يونس بعد عدة أيام كان خروج كريم يونس بعد أربعين عام هو شعلة الأمل أن مهما أغلقت الزنازين لا بد أن يأتي يوم الفرج بإذن رب العالمين وإن شاء الله خروج كريم ومن ثم ماهر وهذه اللحظات اليوم للتحضير لخروج ماهر والاحتفاء والاحتفال بكريم وماهر إن شاء الله في كل محافظات الوطن سينظم سلسلة من هذه الفعاليات في مختلف المحافظات الفلسطينية وكذلك سلسلة من الوقفات الإسنادية للحركة الأسيرة الفلسطينية بعد تولي ابن غفير حقيبة الأمن الداخلي والداخلية في إسرائيل والأمن القومي حيث بدأها بسلسلة من الإجراءات ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية حيث قاموا بنقل أكثر من سبعين أسيرا من سجن هادريم إلى سجن نفع وعلى رأسهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي السورة ذاتها في طول كرم حيث طالب المعتصمون أمام مكتب اللجنة الدولية للصريب الأحمر بضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنقاذ حياة الأسرة وخاصة المرضى ولجم مشاريع قادة حكومة الاحتلال التي تستهدف الأسرة فيما أكد دوهم وممثل الفصائل والمؤسسات على ضرورة ارتفاع واتيرة الحراك الشعبي والرسمي الداعم لهم يجب الوقوف مع الحركة الأسيرة بشكل جدي وحقيقي وهذه رسالة واضحة جدا من طور كرم أنه نطلقها أنه يكون في سلسلة برنامج وفعاليات مستمرة لمساندة الحركة الأسيرة بكل تشكلاتها ومعركتها القادمة إن شاء الله بالعالمين لأنه فيه هجم حقيقي وجدية على الحركة الأسيرة أن يأتي واحد مثل بن غفير ويهدد بسن قانون الاعدام بحق أسران الأبطال وتجديد إجراءات الكمائية بحقهم في السجون ولكننا من هنا من طور كرم ومن كل مناحة الضف الغربي نقول أننا مع أسران الأبطال وأن السجون لن تغلق على أحد بيئة الأسرى يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد فيما تواصل سلطات الاحتلال سياسة العزل الانفراضي والاعتقال الإداري مما يجعل الأسرى في ظروف اعتقالية صعبة للغاية رغم تهديدات سلطات الاحتلال بممارسة مزيد القمع بحق أسران البواسل إلا أن بصمودهم وإسناد ودعم أبناء شعبنا لهم سيواصلون طريق الحرية نحو الإفراج عنهم يهب ضمير التلفزيون فلسطين طول كرم